برأيك لو حصل أي نوع من التقارب من صح التعبير لا أريد أن أفترض افتراضات أخرى لو حصل أي نوع انواع التقارب مع نظام الأسد ما هي سيناريوهات المعارضة السورية بكل أطيافها داخليا وخارجيا يعني قبل ذلك أريد أن أطلح الفكرة التالية لو أنا تركيا تريد أن يكون دورها فقط هو التطبيع مع النظام لشهدنا على الأقل تمهيد لهذا التطبيع وكان النظام متلقفا يعني ومبتهجا بهذا التطبيع ما وجدنا أن إيران التي أرسلت وزير خارجيتها قبل قمة طهران وخرج من تركيا من أنقرة إلى دمش كان من باب أولى أيضا أن تبتهج لأنه شهد الإعلام الإيراني يقلل ويهمش الدور التركي ويشعر الآخر أن تركيا هزمت في المعركة وأن النظام يتعالى الآن على الدور التركي إذن النتيجة ماذا؟ إيران لا تريد أن يكون هناك مسار سياسي هي تقرأ المشهد بالصورة التي ذكرت هي تقرأ أن تركيا تطرح نفسها كمسيد لمسار سياسي يكون لها دور فاعل فيه وإيران ترى أنها لا وجود لأي مسار سياسي مؤمنة بالحل العسكري ولا غير مقتنع بأي حل سياسي وسيما عندما تعالت الآن من حلال التقارض باتجاه المفاولات النووية وأن أمريكا يمكن أن تتعهد لها بدور مهم في سوريا على حساب تركيا وعلى حساب روسيا أيضا اشتركوا في القناة